الفواكه الفواكه ليست فقط لذيذة ومنعشة ولكنها مصدر ممتاز للفيتامينات والألياف الغذائية ولكن أيهما أنفع وأكثر فائدة يا ترى هل هي الفواكه ذاتها أم عصير الفواكه؟ هل لاحظت أنه في معظم المواقع؟ الإلكترونية يتم ذكر الفواكه الصحية على مستوى العالم ولكن لا يذكر على وجه التحديد عصائر الفواكه باعتبارها الشكل المفضل لتناول الطعام الصحي السبب في ذلك بسيط بغض النظر عن الفواكه وطريقة استخدامها لعمل العصير فمعظم تنوع وفائدة المواد الغذائية يأتي من خلال الفواكه ككل الفواكه ليست فقط لذيذة ومنعشة ولكن معظم أصنافها هي أيضا مصادر ممتازة لبعض الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية الوجبات الغذائية الغنية بالفواكه هي صحية القلب ويمكن أن تقلل من خطر العديد من الأمراض التنكسية ولكن تناول الفواكه بكاملها يوفر المزيد من الألياف الغذائية وبالتالي الفوائد الصحية قشرة الفواكه الصحية مثل العنب والتفاح والتين والمشمش والكمثري والعنب والخوخ والبرقوق والتوك والفراغلة والزبيب هي جميعا تعتبر أماكن مهمة للنشاط البيولوجي خلال حياة الفواكه فالقشرة هي المكان الذي تتفاعل فيه الفواكه مع الضوء وتشكل مجموعة متنوعة من الصبغات الملونة التي تمتص موجات الضوء المختلفة هذه صبغات بما في ذلك مركبات الفلافونود والكاروتينات هي المواد الغذائية التي تحمي الصحة والتغذية السليمة قشرة الفواكه مثل العنب لها القدرة فعليا على المساعدة في توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية كما أنها تساعد على انخفاض مخاطر السرطان ولكن عندما يتم عصر الفواكه يصبح ليس من الممكن دائما أن تستفيد من القشرة وذلك لأن العديد من عمليات العصرة تزيل القشرة ولا تسمح لفوائدها بالوصول إلى العصير بالإضافة إلى القشرة والتي تعتبر المصدر الرئيسي للألياف هناك لدب الفواكه ويحتوي أيضا على ألياف ومواد غذائية أخرى كذلك فعصير البرتقال هو خير مثال على الفوائد الصحية للدب الفواكه الجزء الأبيض أيضا من لدب البرتقال هو مصدر مهم للفلافونود فيها وتحتوي أجزاء عصير البرتقال الملونة على معظم فيتامين سي الموجود في البرتقال ويعمل فيتامين سي والفلافونودات معا ويدعم صحة الجسم خلال عملهم المشترك وإذا تمت إزالة الجزء الأبيض من لدب البرتقال خلال صنع عصير البرتقال سيتم فقد الفلافونود خلال عملية صنع العصير وتعتبر هذه الخسارة هي واحدة من أسباب كثيرة تؤدي إلى أكل حبة البرتقال وقال كلها حتى لو ستأكل قليلا من الجزء الأبيض في اللدب وعلى الرغم من أن العديد من المنتجات التجارية تدعي أنها تضيف اللدب على عدوات منتجاتهم ولكن العديد منهم لا يضع اللدب الطبيعي هل تعرف كيلومتر من الألياف يتم فقدها في تحويل الفواكه بكاملها إلى عصير كوب من عصير التفاح الغير محتوى على اللد يحتوي على كمية غير قابلة للقياس من الألياف لعمل كوب عصير يحتوي على ثمانية أوقيات من عصير التفاح تحتاج إلى ما يقرب من أربعة تفاحات يحتوي ذلك الكوب على تقريبا من 12 إلى 15 جرام من الألياف الغذائية تقريبا كل هذه الجرامات تضيع في إنتاج العصير 15 جرام من الألياف المفقودة إذا أضيفت إلى العصير سيتضعف متوسط كمية الألياف يوميا هل العصير غير صحي؟ الجواب يعتمد على نوعية الطعام الذي يستبدله وكيف يتم استهلاكه العصير الذي تم سلب الألياف ومجموعة واسعة من المواد الغذائية هو المصدر الأساسي للسكر الذي يفتقر إلى العماصر الغذائية التي تساعد في الهضم والتمثيل الغذائي وعصير الفواكه يزيد نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر من الفواكه نفسها ومستوى السكر الذي يمكن الحصول عليه من العصير أعلى من المستوى الذي يمكن الحصول عليه من الفواكه نفسها بالإضافة إلى ذلك الكثير من عصائر الفواكه التي تباع لا تحتوي إلا على نسبة ضئيلة من العصير الحقيقي وتحتوي على المحليات المضافة اشتركوا في القناة